طبعاً أنا إن شاء الله يعني هبقى معاكم في ثلاثة السيشنز كل سيشن لوحدها هيبقى ليها كونتنت مختلف يعني النهاردة مثلاً هندي إنتو دكشن على البايثن in general على البروغرامينج لانجوش in general يعني ثاني سيشن هنحاول نبين إساي إحنا ممكن نستخدم أو الماشين لرنينج مع باستخدام البايثن أو باستخدام اللغة اللي اسمها بايثن وتالت سيشن هتبقى hands on سيشن يعني أنا ممكن أديكم تاسك على السيشن الجاية يعني هوريكم إزاي بالزبط إزاي تدوروا على data set إزاي نستخدم data set ونطلع منها معلومات مهمة وأنا إن شاء الله هديكم تاسك يعني تحاولوا تعملوها ودي بقى هنشتغل عليها برضو في السيشن التالتة إن شاء الله يعني فخلينا نبدأ دلوقتي واللي عنده أي سؤال في أي وقت يعني أنا ما عنديش مشكلة فالس يعني هو مبدئيا إيه هي أصلا البايثن يعني هو أصلا بايثن من أول لما بدأ يجوت ريليز أو أول لما بدأت خالص الناس تعرف إيه هي اللغة المشهورة أو الـ programming language اللي هي بايثن دي بدأت تقريبا من في 1991 وبايثن حاليا بتستخدم في applications كتير جدا وهو عرض شوية applications بعد شوية هي مين لي أصلا بايثن؟ هي تعتبر language سهلة جدا يعني تعتبر من أسهل languages أو كcode يعني عشان تكتب program أو تكتب برنامج هي تعتبر من أسهل اللغة من أسهل اللغات اللي ممكن تكتب بيها برنامج لأن هي ببساطة السنتيكس بتاعها بسيط جدا وسهل جدا وأقرب ما يكون للإنجليش كأنك بتكتب English sentence ومفهومة جدا يعني حتى لو واحد مش فاهم أصلا programming أنت مجرد هتقرأ الكلمة هتفهم السنتينس دي أو الانستروكشن ده أو الأمر اللي أنت هتديه عشان يتنفذ هيتحقق إزاي وتاني حاجة أنت بايثن ممكن يستخدم في أبسط تاسك أو أبسط مهمة من أسيمبل تاسك زي مثلا أن أنت تعمل plot أو أن أنت ترسم graph تعمل مثلا أي رسمة في الدنيا تعمل حتى graph أو plot ما بين XYZ يعني XY أو حتى 3D XYZ لغاية ممكن توصل أن هي تعمل complex function أو complex task زي المachine learning اللي احنا هنوريها في الساشن الجاية فهي ممكن تعمل لك أبسط حاجة لأكتر حاجة complex أو أكتر حاجة معقدة فدي ببساطة إيه هو البايثن طيب بايثن كمان في حاجة مهمة جدا بيعملها إنه هو بيعمل حاجة اسمها scripting مش بيعمل حاجة مش بيعمل programming بمعنى programming طب يعني إيه الفرق ما بين الاتنين بكل بساطة هو scripting معناها بكل بساطة إنه هو بيرن يعني on a real time يعني إنت بس سي مثلا أنت هتعمل execution أو هتعمل run دلوقتي هو هيتنفذ الأمر دلوقتي مش هيحصل حاجة اسمها compiler أو compilation أو مش هيحصل حاجة اسمها execution يعني إيه الكلمة دي يعني إحنا مثلا سي مثلا لو بنكتب program c c language أو c plus plus لازم الأول الprogram ده طبعا إنتنا عارفين إن الprogram أو السكريبت هي مجموعة من الinstruction الكود عامتا هي مجموعة من الأوامر أو يعني أمر ورا أمر ورا أمر فلازم يتنفسه يتنفسه ورا بعض فهي الفكرة كلها سي مثلا أنا هكتب program code دلوقتي لو أنا كتبت برنامج كprogram لواحد ومش script program هو دلوقتي لازم يدخل على حاجة اسمها compiler يعني إيه يدخل على حاجة اسمها compiler يعني لازم الprogram ده يتحول لmachine code يعني إيه machine code لzeros وones وبعد كده الcompiler ده أو السيستم ده يعني هياخد الكود اللي متحول لzeros وones ويحاول يفهمه ويحاول ينفزه وبعدين يعمله execution في الآخر أو يحقق يperform a certain task فهو فيه كذا 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 level أو كذا كذا مرحلة لازم يعدي عليها عشان ينفز الprogram ده من إنه هو بيعمل upload للكود ده للميموري وبعد كده الميموري بتحولها لmachine code أو بتحولها لzeros وone وبعد كده الcompiler بياخد الكلام ده ويحاول إنه هو يفهمه السكريبتينج بقى لأ ما بيعديش على المراحل ده ما بيعديش على المراحل دي مش محتاج compiler لأ هو على طول بيتنفز أو بـ source code عمتا على طول بيتنفز مش محتاج إنه هو يحصل له compiler أو compilation الأول يعني قبل ما يحصل إيه execution غير كده إن أي سكريبت في الدنيا إنت ممكن تعمله control باستخدام software application تاني يعني إنت ممكن تتحكم بالسكريبت اللي إنت بتكتبه باستخدام البايثن ممكن تتحكم فيه وإحنا هنوري السشن الجاي الكلام ده باستخدام software application تاني لكن program لا أنا الprogram كتبته هيتنفز زي ما هو كده خلاص كتبته 1 2 3 هو هيتنفز زي ما هو كده لكن السكريبت ممكن تتحكم في الفونكشن بتاعته باستخدام software application تاني فده المين difference ما بين الprogram والسكريبت إحنا مين لي هنتكلم طبعا إحنا Python ممكن يستخدم كprogram وممكن يستخدم كسكريبت بس إحنا مين لي هيبقى كسكريبت طب ليه الناس أصلا بتستخدم Python أو إيه المميزات يعني primary factors أو إيه المميزات اللي هما شافوها باستخدام Python أول حاجة هو حاجة اسمه object oriented بكل بساطة عشان الناس اللي ما عندهاش خلفية عن object oriented الpython مين لي بيعتمد على ال data مش بيعتمد على functions أو بيعتمد على zeros و ones أو logic يعني إيه ال data يعني سيء مثلا إحنا هنديله data كتيرة أو بقى أي نوع من data string بقى integer أو أي نوع من data هو بيعتمد على data دي وبيحولها أو بيعني software design بتاع الpython code بتاعي ده بي organize ال software بتاعي مش على أساس إن هي functions بقى هتتنفذ أو كأنها logic هيتنفذ لا هو بيستخدم كل حاجة حوالين ال data يعني أنا بأخد ال data بتاعتي وبنفس بقى فيها أي حاجة بستعمل ال data دي وبطلع منها أي معلومات عايزها أو أي حاجة عايزها وده برضو هيتنفذ في الساشن الجاية لما وريكم إزاي هنمرج أو هنستخدم المachine learning مع الpython وتاني حاجة inditation يعني إيه inditation يعني ال space يعني إحنا دلوقتي وإحنا بنكتب الكود بتاع الpython مهم قوي ال white space يعني إيه ال white space يعني ال space اللي قبل السطر اللي إحنا هنكتبه فأي لغة تانية أو معظم اللغات التانية ال high level languages مش بتفرق لو أنا سبت space أو اتنين أو تلاتة قبل ما اكتب الكود لأ إحنا هنا هيفرق معنا قوي عدد حتى ال spaces يعني هل space واحد أو اتنين أو تلاتة أو أربعة وهنوري ده بعد شوية تالت حاجة أنه هو open source يعني هو free يعني أي حاجة دلوقتي ممكن ينزل الpython version مثلا ويكتب كود بايثن أو هو documented يعني ليه documentaries كتير جدا يعني أنت ممكن تلاقي دلوقتي أي python code موجود أي فيه tools كتير قوي برامج كتير قوي عشان تسهل سواء online أو مش online يعني وإحنا النهار ده همستخدم حاجة online عشان نوريكم أنه ممكن تستخدم online والمرة الجاية همستخدم software tool هننزله مع بعض المرة الجاية فأوريكم أنه ممكن تكتب كود بايثن حتى بالcommand line بتاعنا وده برضو هنوري النهار ده فهو سهل جدا أنت تعمله install وتنزله وسهل وfree وإيزي جدا وما ياخدش أي وقت وهنوري الكلام ده النهار تالت رابح حاجة أنه هو very powerful يعني أي powerful يعني عنده library كتير جدا عنده tools built-in tools كتير جدا عنده built-in types كتير جدا already أصلا موجودة يعني فيه built-in tools موجودة already أصلا installed جوه البيثن عندي البيثن program اللي عندي أو البيثن software فهو كأنه هو library كبيرة جدا فيها tools كتير جدا فده هيساعدني أن أنا أعمل أي أperform أي task أنا محتاجها وده برضو هنوري إن شاء الله بإذن الله ثاني بعد كده هو portable يعني إيه portable يعني أنت ممكن تستخدمه باستخدام أي platform يعني أي platform يعني أي operating system يعني لو أنت شغال على ماك هتقدر تنزل بايثن ممكن تشتغل على ويندوز ما فيش مشكلة لو عندك رستري باي لو عندك أي linux أي نوع operating system هو ممكن يستخدم باستخدام different platforms فدي برضو من أحد المميزات بعد كده أنه هو mixable يعني إيه mixable يعني أنت مش بس ممكن تستكتب كود في بايثن بس لأ أنت ممكن تلينك الكود اللي أنا كتبه ده بلانجوش تانية زي مثلا السي أو تعمل integration باللغة تانية يعني سينا كتبت كود بايثن أنا ممكن أعمل الكود بتاعي ده a link الكود بتاعي ده بcomponent تاني أو بfunction تانية مكتوبة بلغة تانية زي السي فأنت مش محتاج أن أنت تترجم الكود كله للغة بايثن فأنت ممكن تلينك ما بين الاتنين مع بعض وده هنوري برضو إن شاء الله الساشن الجاي بعد كده إنه هو easy to use يعني إحنا هنلاقي زي ما نقول أنت مش محتاج compiler مش محتاج تعمل execution فهو سهل جدا هو على طول على طول on time أو be run on time مش محتاج تدخل في حتة الكمبيلر أو تدخل في حتة الـ execution اللي احنا اتكلمنا عنها فهو طبعا سهل جدا وكمان هو easy to learn يعني إحنا هنلاقي دلوقتي اللغة سهلة جدا والسنتكس بتاعها سهلة جدا والستركشور كمان سهلة جدا وعنا عدي على كل ده إن شاء الله النهاردة بإذن الله مين بقى اللي حاليا طبعا بايثن مشهورة جدا وحتى الـ companies يعني companies اللي موجودة دلوقتي زي جوجل زي intel زي Cisco كل الـ IBM كل دول بيستخدموا بايثن for hardware أو for software testing كل الـ companies المشهورة دلوقتي حتى YouTube video sharing كل دول بيستخدموا بايثن لأن بايثن بقى سهلة جدا وليها مميزات كتيرة جدا وأبليكيشنز كتيرة جدا فحتى احنا عشان نعمل real products يعني companies مشهورة جدا بتستخدم بايثن حتى في الشركات بتاعيتها دلوقتي طيب برضو احنا ممكن نستخدم بايثن في ايه زي ما انا قلت احنا ممكن نستخدمها كسيرفر عشان نعمل أي web applications ما له علاقة بأي web site application ممكن نستخدمه عشان احنا لو عايزين نعمل نتكوننكت لأي database system كبيرة لأي حاجة ليها علاقة بالداتا ان احنا ممكن نريد أو نعمل modification أو نغير الفايلز اللي موجودة في الـ data based systems زي ما انا قلت احنا ممكن نحل هو ممكن يهندل أو يقرأ data set كبيرة جدا 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 ممكن يهندلها ويقراها ويتعامل معها عشان ينفذ عليها complex mathematics او عمليات حسابية معقدة جدا ممكن كمان ان احنا نعمل لو احنا عايزين نعمل اي prototype او عايزين ننفذ اي prototype سريع على اي حاجة بالهاردوير ممكن نستخدم python لان هي لغة سهلة جدا لو عايزين نعمل اي software development برضو هتبقى مهمة سهلة جدا بالنسبة للبيتون فكل ده ممكن يستخدمون ما لا علاقة باي development سواء software development اي web development او حتى اي scripting او اي programming لاي system الجزء ده انا هتكلم عنه المرة الجاية انا لو عايز ده الجزء ان انا لو عايز انستول بايثن احنا عامتا هنشتغل ببرنامج اسمه piechorn ده اللي احنا هنتعامل به هو بسيط piechorn هنتعامل او هننزل piechorn ممكن ده نبلغ يعني ابلغكم انا اتكلم عنه المرة الجاية من شاء الله بإذن الله فكل ده فكل ده انا هعدي عليه المرة الجاية وازاي بنعمل download وازاي بنعمل install للكلام ده وازاي هنكتب project وكل الكلام ده فخلينا نبدأ دلوقتي ده هنبدأ دلوقتي بالbasics عمتا وانا هعد اتكلم شوية عن البازيكس وبعد كده هننفذ برامج على خلينا الاول ماشي ممكن نتكلم عن البازيكس اول اول حاجة ده simple code ده code بسيط جدا 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 هيعرفنا فيه تقريبا كل حاجة هنتكلم عليها النهار ده انا طبعا همسي كل من ده وهتكلم عليه اول حاجة زي ما انا قلت ممكن نلاقي ده كلام كتير انا هنقض اتكلم شوية عن البازيكس بعد كده هننفذ الكلام ده مع بعض اول حاجة انا قلت ان انا عدد الويت سبيس او عدد الاسبيس مهمة جدا قبل كل لين او قبل كل مهم جدا عددهم بيفرق معايا العدد بتاعهم يعني انت لو بتكتب انت هتحدد انا عايز ثلاثة تبقى عارف ان العدد سبيس قد ايه لان انت لو اختلف عددها هيطلع لك ار وهتكلم عن حتة ده ده وقت ما يجي ننفذ برنامج مع بعض تاني حاجة ان انت بخلاف البرجرام لانجوز تانية زي مثلا السي انت هنا ما عندكش اي سيمي كولن يعني مش محتاج ان انت تحط اي سيمي يعني بس انت مش محتاج تحط اي سيمي كولن مش محتاج تحط اي براكتز من دي انت مش محتاج تحط اي حاجة انت بس محتاج ان انت تكتب الانستروكشنز بس الناينز بس بتاعت بعد كده كمان انت هنا انت مش محتاج تكتب يعني ايه افصلا كلمة يعني مثلا ده يعني احنا نتخذ فيه المعلومات بتاعتنا فالمامري دي كبيرة جدا هنتخيل انها جواها هو زي الدولاب مثلا المامري زي الدولاب والدولاب ده في ادراج في درج في ادراج كتيرة جدا فالvariبل ده كل هيمسك درج فانا ساي انا لو عايز الدرج احط فيه مثلا الشراب فخلاص انا هسمي هو كأنه كونتينر يعني الvariبل ده كأنه كونتينر هيخزن داتا عندي او هيخزن ايا كان نوع الداتا سواء integer number يعني رقم صحيح او رقم decimal او string كلمة او حرف فهو الvariبل هو كونتينر الكونتينر اللي هو الدرج في المامري اللي عندي او الدرج في الدولاب اللي عندي فده اللي هخزن فيه بتاعت انت هنا في البيثن باستخدام البيثن انت مش محتاج تقول لي ان الرقم ده integer مش محتاج تقول لي ان الرقم ده string او مش محتاج تقول لي ان ده character حرف واحد او مش محتاج تقول لي انه هو float number يعني decimal number مش محتاج هو هيفهم لوحده فطبعا ده هيريحك يعني انا اقول مثلا اكس ده اسم الvariبل equal هخزن فيه 3 بس كده اكس equal 3 انا كل ده هنفزه معكم دلوقتي فاكس equal 3 خلاص محتاج تش اقول انتجر اكس equal 3 تمام هو بيفهم هو بيفجر out الvariبل type لوحده تمام بعد كده الassignment عندي بياخد equal يعني اكس equal 3 يبقى انا بعمل assign للvariبل الاسم x والdate value 3 لكن لو هستخدم comparison يبقى انا هحط equal equal يعني لو هقارن ما بين حاجتين هتحط لي double equal تمام هنا برضو انت بتستخدم plus عادي بتستخدم minus لو عايز تعمل addition او subtraction لو عايز تعمل طبعا الstar دي لو انت عايز تعمل multiplication عايز تعمل division slash عايز تعمل لو عايز الباقي هيبقى علامة percentage بس في حاجة هنا عندي انا دي هورها لكم برضو الplus ليها استخدام تاني لحاجة اسمها string concatenation يعني ايه يعني لو عندي مجموعة من الحروف او لو عندي مجموعة من الكلام وعايز اخليهم يعني كلمات منسردة وعايز اخليهم جنب بعض فانت سي مثلا x plus y plus z دول بعملهم concatenation يعني حاجة واحدة وهوري الكلام ده ان شاء الله بإذن الله برضو انت ممكن تستخدم logical operator يعني ممكن اعمل and or not nor x nor والكلام ده تمام واهم command عندنا هو print print يعني display يعني ان انا هطبع هطبع حاجة على الشاشة عندي تمام فخلينا نبدأ كده ممكن نبدأ وبعد كده واحدة واحدة كده طيب اول حاجة يعني انا ام ام احنا ممكن دين زي ما انا قلت انت ممكن يكون عندك integer number يعني رقم صحيح تمام ممكن يبقى عندي float number يعني رقم بdecimal زي x equal 3.456 انا سميت الvariable عندي اسمه x وعملت له assign value 3.456 او ممكن الvariable عندي يبقى string تمام الstring عندي يعني كلمة مش character string يعني كلمة انت هتحط الكلمة يتحطها ما بين double quotation او single quotation هو هفا ما هي هي يعني مش هيفرق معي لو حطيت abc مجموعة من الحروف او مجموعة من الكلمات ما بين double quotation او single quotation ممكن ابدأ عايزة اوريكو حاجة برضو كده انت ممكن ترون python code بتاعي باستخدام command line يعني command line يعني هتيجي هنا انا مش عارفة هو بين ولا الصفر اسأل احنا عندنا ايوة كده اه تمام يعني مثلا انا هنا اه حكتب هنا كده باين يا دكتور اه تمام كده احنا شايفين الكمبيتر حين الضريق انا هنا انا ممكن ارون حتى بتاعي باستخدام command line بتاعي او command from بتاعي طب ازاي بقى الكلام ده اول حاجة انا لازم اتأكد ان انا عملت download لبيتر برجن بتاعتي طب انا هعملها ازاي مش عارفة كلكا عارفين او يعني عاملين او لا ارسي مثلا ارسي 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 فهروح ما هكتب بكل بساطة على جوجل مثلا هعمل download لبيتر اول اللي هو في الويب سايت اللي هو python.org هدخل على اول سايت عادي اللي هو download وهنزل دي بتبقى دي latest version بتاعت python فهعملها download انا عشان عاملاها فبنعمل لها بس فهي download اهي او ممكن نروح عند download ونdownload python عندي فبينزل عندي في download ممكن نروح عند download اصلا حاجة download وده اخر release عندي طبعا انا طبعا شغالة على وين دي يعني فده اخر release او اخر اصدار للا python بعد الت escrever اول خطوة نمو اصدار 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 استطاع وخود نتأكد انه نزل وخلاص وشايف بنتأكد ان احنا عايزين نعرف اول حاجة احنا عايزين نعرف البرجن بتاعتنا هل هي الاتتس بيرجن ولا لأ كمام فبنكتب ايه احنا بعد ما خلاص دخلنا على الكوماند لاين بنكتب الكود اللي انا هكتب نكتب كلمة بايثن وبعدين مينس مينس بنكتب بيرجن فهو طلع لي اللي انا لسه عشان دي تقريبا انا كنت نزل البرجن قبلها اللي هو انا البرجن بتاعتي اللي هي 3.10.8 انا كده هتأكد بس ان انا قمت بايتن على الويندوز بي سي بتاعي وان انا خلاص هو نازل عندي وجهي البرجن بتاعتي ده بس تأكيد ان انا منزله البيتن وهو دلوقتي هيفهم البيتن بتاعي تمام طيب بعد كده انا عايز اكتب كود بسيط جدا طبعا انا عايزة بس اقول ان الاكستنشن بتاعي لو انا هستخدم كماند لاين الاكستنشن اللي هسايف بي الكود بتاعي هي بأدوت يعني سي مثلا دلوقتي انا هفتح اي تاكست ادتر سي مثلا نوت باد واكتب في الكود اي دي اهو نوت باد اهو ده تاكست ادتر عادي مفيش مشكلة هكتب في اي جملة للكود بتاعي سي مثلا انا زي ما قلت انا البيتن كماند بتاعي هيبقى برينت فانا هكتب برينت اهو وافتح وبعدين احب دبل كوتيشن عايزة اعرض مثلا هلو عايزة ديسبلي او اطبع على الشاشة بتاعتي كلمة هلو بس هو ده الكود بتاعي سي مثلا ابرينت كلمة هلو على الشاشة هسيب الكود ده الاكستنشن بتاعه سي مثلا هسميه زهراء اهو الاكستنشن هيبقى دوب في وال وطبعا اتأكد انا انا في الوكال داستك سي في يوزرز في باشا اي حاجة يعني سيبه في اي مكان المهمة تبقى عارف وتبقى عارفين الديركتري اه الديركتري بتاعت الكود بتاع انا سيفته فيه وبعد كده اسيف خلاص انا كده خلاص عندي الكود متسيف هنده عليه بقى هنده عليه عندي انا فتحت اي تاكست اديتر وكتبت فيه الكود اللي انا عايزة اعمله وعايزة ام ارن الكود بتاعي ده فاحنا هو simple as that ان احنا عملنا سيف بس للفايل بتاعي وافتح الكوماند لاين وبعد كده انا في جيت او ادور على الديركتري بتاعي انا فين سيفت الفايل بتاعي وابدأ ارنه بنكتبها ازاي بنكتب كلمة بايثن وبعدين اسم الفايل بتاعي كان اسمه زهراء.py اهو عملي ايه نفذ البرنامج بتاعي وطبع كلمة hello انا كنت كتبه بس في الكود print hello يعني انا عايزة اطبع كلمة hello يبقى انا ممكن افتح اكتب في الكود واران باستخدام الكوماند لاي. طبعا ده لو حاجة بسيطة يعني ده لو حاجة انا بس بستخدم. ده في الاول انا بدي YOU TO ONро. طب instances. طب انا مش محترف. طب انا مش محترف. ده طبعا ده كأول تجربة لك وانت بتكتب بايثن يعني. طب. في حد تاني ممكن يقول ايه? طب انا ممكن اكتب الكود ده على طول ع الكماند. ميشي صح. بس انت محتاج ان ان انت تقول للكوماند ان ان انت هتستخ... اا تقول يعني هنا الكوماند قمت عندي اول command line ان انا هكتب بلغة python او هكتب بس كلمة python هيظهر ال version بتاعتي بعد كده اكتب الكود على طول هي كلمة print print hello بس كده او طبع كلمة hello يبقى انا يا عندي one of two ways ان اول way عندي او اول طريقة ان انا اكتبها في text editor او في text editor يعني وبعدين اسايف الفايل واندهى عليه او اعمل له calling او ان انا اكتب الكود على طول وبعد كده لو عايزة اعمل بقى exit او عايزة اطلع بقى من اكتب exit وخلاص وارجع تاني كأنها طلعت تاني طلعت تاني لل ال director بتاعي الاساسي دي كتابسط حاجة احنا لو عايزين نبدأ كفكرة python لان انا ممكن استخدم ال comand window بتاعتي او ال comand prompt بتاعي ان انا ااا استخدمه فان انا возможность run oxen code تمام فهدكا اول حاجة بس كنت عايزة اوريها او تاني تاني حاجة بقى النهاردة ان شاء الله او تاني طريقة حسنا انا click python كود ممكن تستخدم software tool او ممكن تستخدم on line tool والصفتوير طول فيه صفتوير حلو جدا اسمه جوجل كولاب يعني ممكن هنكتب برضه على جوجل جوجل اهي جوجل كولاب ونكتب الميزة هنا ان انت ممكن تسيب الجوجل كولاب بتاع على الجوجل درايف بتاعك على طول فانت اي كود بتكتبه او اي حاجة ممكن تسيبه على طول على الجوجل درايف فهو يبقى متسيب ان انت تبقى الان الكود بتاعك رايح فين دي كتديه او الميزة لي ان هو اونلاين تول وممكن تسيب اي حاجة انت بتكتبها على جوجل درايف او جيت هوب او حتى تعمل ابلود تاني حاجة برضه مميزة مميزة هنا اه تاني حاجة ان انت هنا هو ده ان انت هنا اللي بتبدأ تكتب فيها الكودي هنا مكتوب start coding or generate with AI يعني انت هنا ممكن تكتب اي function او اي حاجة عايز تكتب اي كود عن اي حاجة وتدوس والAI يجينيرات الكود ده يعني مثلا انا هدوس انا عايزة اجينيرات with AI هدوس جينيرات فمسلا اكتب ايه مثلا add two numbers مثلا يعني فهو الAI هاي جينيرات وخلاص او رادي اصلا هو مفروض يكون عامل link على طول على الجيميل بتاعنا فانا هفتح هنا هستارت هنا new code تمام انا النهاردة هتعامل بالinline tool المرة الجاي هتعامل بالsoftware tool فخلينا نبدأ يعني بدل يعني نيرغ كتير او نتكلم كتير انا دلوقتي قلت اهم حاجة في الكود بتاعنا ان احنا ان احنا invitation يعني ايه اللي هو spaces اللي قبل الجملة بتاعتنا فسي مثلا ابسط حاجة مثلا دلوقتي انا عايزة اعمل ايه انا دلوقتي عايزة print كلمة بcondition معين كنت هتكلم شوية انا بس عايزة اوري الحتة دي وبعد كده هبدأ تاني من ال يعني من الاول يعني انا دلوقتي عايزة سي مثلا لو عندي condition هقول مثلا ايه او ممكن اتكلم عن الحتة دي خلينا نبدأ بالvariables طيب الvariables زي ما انا قلت ان الvariables دلوقتي مش محتاج ان انا عرفه يعني مش محتاج ان انا عرف ده integer type او ده string او ده كده لأ انا سي مثلا هقول ان x عندي variable هسمي x وهقول ان هو equal 5 ده integer number رقم صحيح هو خلاص فهم ان ال x هيتخزن فيه 5 مش محتاج ان انا اعرف ان ده integer number تمام وسي مثلا هعرف variable تاني اسمه y هقول له equal هفتح double quotation وبرضو ههتك فيه هنا hello فيبقى انا عرفت x فيها integer number 5 y فيها كلمة string اسمه hello تاني زي ما انا قلت لو single quotation او double quotation مش هتفرق هما الاتنين هيتشافوا حاجة حاجة وبعد كده هعمل run اه لا انا ما عملتش رانقص فيش اي حاية هايز اعمل print بعد كده هايز اطبعه print x يعني هايز اطبع كلمة print وعايز اطبع كلمة y واعمل اه هو طبع ال x الاول اللي هي خمسة وطبع ال y اللي هي دي ابسط حاجة اللي هي basic command عندنا فدي اول حاجة ان انا مش محتاج ان انا اعمل define يعني python ما عندوش اي command for declaring او اي declaration ال variable ما عندوش اي حاجة ان انا ا define ال variable طيب تانية حاجة برضو كنت عايزة اعرفها او اقولك عليها فيه انواع كتيرة جدا طبعا زي ال 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 integer او زي ال string او زي float فسي مثلا لو انا عايز اعمل حاجة اسمها casting يعني ايه بما اننا منتكلم عن ال variable كلمة casting يعني لو انا عايز ا specify data type بتاع ال variable يعني انا عايز ا specify ان ده integer عايز ا specify ان ده string او عايز ا specify ان ده float فسي مثلا ها هكتب كود جديد فسي هقول مثلا ان x هخزن فيها string اه 3 انا عايز اطبع 3 هو string مش لازم ايبقى او خليني اكتبها مثلا اه هعضع فيها 3 او تمام انا هطبع 3 زي ما هو طيب و y مثلا هقول ان هي integer 3 رقم صحيح رقم 3 وهقول ان z equal float 3 ايه الفرق بقى بين ده و ده و ده string يعني هو هياخد كأن هياخد التلاتة دي وهعطها تحت single quotation او double quotation why هياخد الرقم 3 هيضعه كأنه 3 رقم 3 top float هيحوله لdecimal number يعني هيحول decimal number يعني هيكتبك انها 3.0 لازم تبقى بالdecimal او بالpoint يعني مثلا انا هتبه هنا print x print y print هو هيشوف كل واحدة فيهم كأنها حاجة معينة وبعدين نرون هو شايف string يعني هيطبع الحاجة زي ما هي فطبع 3 زي ما هي y شايف ان ده رقم صحيح 3 فطبعه زي 3 float يعني شايف ان التلاتة دي لازم تبقى decimal point طيب في حاجة تانية برضو python برضو ممكن يعرفانا غير ان انت تعمل حاجة اسمها casting او على طول بيعمل saving by default all changes be saved يعني على طول عايز اواري بس كل حاجة الوحبة تمام لو انا بقى عايزة هنا عايزة جيب type يعني سي مسلا انا دلوقتي سي مسلا انا قلت x مثلا equal 5 وقلت مثلا y equal وعايزة اجيب type بتاع variable الاسم x وعايزة اجيب type بتاع variable الاسم y هنعملها ازاي او عايزة اجيب type بتاع هنكتب ها كأنها print عايزة اعمل print للtype بتاع x وعايزة اعمل print للtype بتاع و هو دلوقتي هيجيب لي type بتاع x اللي انا مفوض عارف ان هو integer وهيجيب لي type بتاع y اهو اهو جاب لي اول واحدة integer class integer من class integer اللي هي x وجاب لي class التانية اللي هي john اللي هي string فدي برضو حاجة هو يعني بينفزها python ونقدر ان احنا ننفزها برضو من الحاجات التانية اللي python ممكن يعملها ان هو طبعا python case sensitive يعني case sensitive يعني لو انا بكتب variable small هيسرق عن لو انا بكتب variable capital يعني ايه الكلام ده يعني لو انا قلت مثلا a small equal 5 و a capital equal 6 هو شايف ال a دي a small مختلفة عن capital a هو case sensitive يعني ال a دي هو مسميها variable وحدها و a التانية دي هو مسميها variable تانية يعني ال a كبيرة مش هتعمل override على a الصغيرة او a الصغيرة مش هتعمل override على a كبيرة هو شايف فدي حاجة ودي حاجة برضو بالمناسبة انا لو عايز اعمل اي comment او لو عايز اكتب اي لو عايز اعمل comment باستخدام python فعندي حاجة من حاجتين ال hash دي ال hash دي مثلا زي ما انا قلت a will not override ده لو انا عايز اكتب override a تمام طب لو انا عندي مجموعة من مجموعة من السطور ودي لو عندي جملة واحدة لو عندي مجموعة من السطور فهنعمل triple codes يعني ايه واحد اتنين ثلاثة يلي مش اريها طيب اي كان هنا في ال program التاني اريها فلو انا عايز اكتب code فبنعمل هاش بقى على حسب عدد عدد الجمل اللي عندهم ده لو انا عايزة اكتب اي command او عايزة اكتب اي comment قصدي معلش برضو من الحاجات انا بحاول يعني كده كده ده كله موجود في السلايد بس قلت بالمرة ان انا يعني اوريكو طالما انا بعمل run كنت لسه بقول حتة ال white space ايه بحوار ال white space او ال spaces اللي هتفرق يعني لازم قبل لو انا هكتب بسلا block of code يعني بلوك of code يعني سي انا هعمل دلوقتي comparison if خمسة اكبر من اتنين ده condition يعني يعني لازم عندي condition او حالة او حاجة تتنفذ عشان انافس حاجة معينة يعني لازم condition يتحقق عشان انافس حاجة معينة فهو ال if يعني لو خمسة اكبر من اتنين فلو سمحت نفذ لحاجة معينة لو لا امسلا يبقى نفذ اي حاجة اتنين وهنكلم عن حاجة دي بالضبط مثلا انافس كنت عايزة اواري حوار فسي مثلا انا هقول ان if خمسة اكبر من اتنين ده condition طبعا احنا عارفين خمسة اكبر من اتنين هنا ماينفعش اكت يعني لو خمسة اكبر من اتنين مثلا اقول print مثلا اوكي اي حاجة اي حاجة ده معنى اصلا فيه ارر يعني عن مثلا احنا عملنا اصلا او فيه هنا ارر عندي الحلوة هنا في جوجل كلاب ان احنا ممكن نأكس بلين الارر هيطلع لنا هنا هو بيثينك اهو عشان هو يصلح لنا الارر اهو هو بيسجست اهي يعني الحلوة هنا في جوجل كلاب ان ان لو فيه ارر انت بت اكس بلين الارر وبعد كده هو يعني هو بيشوف ايه المشكلة وهو حتى دي حتى ممكن هي دي على فكرة ده الصح يعني ده الصح ان احنا هنا لازم نحط قبل البرين يعني لازم يقفل كده قبل البرين اللي عندي يعني مهم واحد وممكن اي حاجة على حسب البرجرامر يعني تمام بس مين بيبقى اربعة يعني فاحنا لو اخذنا حتى لو انت بتكتب كود وعملت فيه مشكلة هو بيوريك فين المشكلة اللي عندك وبيصلى حولك فده الحلو لو انت بتكتب كود يعني المرة جاء هنتكلم اكتر عن الكود زي ما يبقى فيه كود كبيرة وكده يعني فهعمل اهو اهو هو صلاح لازم بيقى فيه هنا space وبعد كده يعني معظم الناس بتخليها اربعة spaces بس على الا لو انت عايز تخليها one space تمام مفيش مشكلة اهو طبعا خمسة اكبر من اتنين فبالتالي هطبع كلمة اوكي سي مثلا حد تاني عايز يطبع كلمة تانية عايز يطبع كلمة تانية نفس حاجة اي حاجة print تانية برد هدل او فيه condition تانية هيتحط ازاي ال condition التانية ده لازم بقى نفس number of spaces اللي موجودة هنا يعني ده لو اربعة يبقى ده كمان لازم يبقى اربعة هما في اربعة موقت اربعة spaces تمام مايفعش بقى وماينفعش بقى اكتر لازم يبقى طالما the same block the same number of blocks يبقى لازم ايه لازم يبقى the same number of white spaces طالما ده دون هيتنفذ تحت واحد يبقى لازم يبقى هافضة same اه احنا لو عملنا او طبع اوكي اوكي ينفذ الاتنين مع بعض اوكي اوكي مثلا لو انا كتبت مثلا الـ variable هنبدأ يعني ممكن نوري احسن يعني سي مثلا انا سميت variable بدأت ب ب رقم يعني كتبت مثلا واحد واحد x equal 5 هيطلع لي error ايه الـ error ده انما الـ variable البتاعي ما ينفعش يبدأ برقم ما ينفعش لازم الـ variable البتاعي يبدأ يبحرف يعني letter يعني او يبدأ بـ يعني كده acceptable يعني مثلا x1 ما عنديش مشكلة طالما بدأ x1 equal 5 ده acceptable تمام او اننا يبدأ بـ هو مش هيقول حي underscore مثلا acceptable عايز هو الحاجاء يعني دول كده هو مش هيعترض عليهم لو انا بدأت بletter او بدأت بـ هو مش هيعترض لكن نبدأ برقم ما ينفعش تمام زي ما انا قلت هو case sensitive يعني لو انا مثلا سميت g مثلا هي هتبقى مختلفة عن h d يعني h capital غير h small دول هيبقوا اثنين variable مختلفين طب ايه تاني ان انا ما ينفعش اسمي variable بحاجة reserve يعني keyword او reserve keyword للبيتون يعني مثلا python بيستخدم f او بيستخدم while او بيستخدم for كل الكلام ده ده حاجات reserve باستخدام python language او الkey words اللي بايتون بيستخدم ها ما ينفعش اسمي variable بالحاجات دي كلها فكل دي rules انا مفروض ان انا امشي عليها عشان لما يجي اسمي variables ابتوعي عندنا لو انا بقى اسمي multiple name فيه عندنا كذا حاجة انا طبعا ههاش اهو اول اول لو انا اسمي كذا كلمة في variable name عندي حاجة اسمها camel case ايه camel case ان انا مثلا انا اسمي my variable name او my variable name دي كلمة multiple words my variable name لو انا استخدم camel case فلازم اول كلمة عندي اللي هي my ما ما تبقاش capital letter لكن variable يبقى capital والname تبقى capital يعني كل الكلمات تبقى capital letter ما عادة اول كلمة عندي ده كده يبقى acceptable لو انا هتكلم عن camel case طب فيه تاني عندي فيه تاني نوع عندي اللي هو ال pascal ال pascal ده اللي هو ايه كل كلمة عندي لازم تبدأ بcapital case يعني حتى الماي عندي او 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 اخدها كله يعني ما تبدأ بcapital variable تبدأ بcapital والname يبدأ بcapital طبعا خزن فيها اي حاجة بقى خزن فيها خمسة مش هكفرق معي انا انا مش بتكلم على data اللي هاخزن فيها بتكلم على انواع تالت نوع عندي اللي هو اللي سنيك اللي سنيك عندي لازم بين كل كلمة وكلمة يبقى فيه underscore فانت عندك تلات طرق ممكن تسمي بها الvariable بتاعي واختار اي لو انت هتستخدم multiple variables او multiple name يعني طيب في حاجة برضو تانية في python ان انا لو عايز احط يعني او اعرف كذا variable مع كذا value في نفس الوقت يعني سي مثلا عندي x وعندي y وعندي z بضع مكتب كل واحدة فيها line مختلف عايز اعرف كلهم مرة واحدة فدي مثلا هسي فيها زهراء مثلا التانية هسي فيها اي حاجة احمد وظهر لي احمد يعني والتالت هسي فيها اي خد شير تمام يبقى انا خزنت x باي order كده هخزن فيها زهراء y هخزن فيها احمد وz هخزن فيها شير فلما نيجي نعمل printing هيتبع 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 كل واحدة فيهم الترتيب زهراء وبعدين احمد وبعدين شارب نفس الترتيب اللي احنا خطين طيب في حد او لو عايزين بقى نخزن لو انا عايز اخزن مثلا كلهم يتخزنوا بنفس الاسم ما فيش مشكل يعني كلهم مثلا هخزن فيهم زهراء x هقول x equal y equal z كلهم هيتسموا زهراء برضو في حاجة تانية برضو في بايثن لو انا هتكلم عن لغة البايثن لو انا عايز اعمل حاجة اسمها unpack a collection يعني ايه الكلام ده يعني لو انا عندي مجموعة a collection من ال values في list معينة يعني مثلا انا لو عندي fruits مثلا محطوط فيها مثلا bracket ده فيها apple هي حاجة فيها banana بازل نقفل هنا double quotation هنا افتح هنا افتح double quotation مش apple وbanana يعني دي كأن هعمل list عندي collection او list من fruits اللي هي اسمها apple وbanana وبعد كده هقول ان x y يبقى يبقى فيهم الفروس يبقى كده كأنني بعمل بعمل link هنا بقول x هتاخد apple y هياخد banana وبرده نعمل print ده لو انا عايز اعمل collection امتع ممكن يعني اقولي حاجة تانية قبل بس الفور لوك والف لوك مش عارفة عندنا وقت ولا اقى بس ممكن ارجع تاني للا او ده بيلخص هنا زي ما انا قلت او نرجع لقبل ما نشتغل او شعرفا يعني نكمل الكودينج ولا نرجع للبرزنتيشن مش عارفة هنا برضو انا هنا بس انا يعني الخاصة اللي انا كنت بحاول اقوله في البرزنتيشن باستخدام الحاجة عملي انا هنا كنت بقول ده ده حوار الwhite space ان انا مع كل new line لازم احدد عدد ال spaces او الwhite spaces او الwhite spaces عايز ان هي spaces من غير حاجة مكتوبة فهي white يعني في كل new line فبتفرق معايا لو انا بعمل block of code يعني زي مثل if condition تحتها مجموعة من ال lines فدول لازم يبقوا نفس الwhite space لكن لو كتبت piece of code تاني بcondition تاني ممكن ياخد spaces التاني زي ما انا قلت هنا برضو ده الكومانس بتاعتنا يا هنبدأ بهاش زي ما انا قلت او هنبدأ مش موجودة ان انا هبدأ بتلاتة double quotations بس هنا بس جوجل كلاب ما كانش شايفها يعني ممكن ابدأ بتلاتة double quotations وانهي بتلاتة double quotations لو انا عندي كزا جملة يعني كزا multi line وبرضو زي ما انا قلت دي حت بتكلم هنا بتكلم على ال assignment لو انا عايزة assign data او رقم او string او اي حاجة لvariable عندي ده هنا بتكلم على naming rules زي ما انا كنت بتكلم انا بس بتكلم ان احنا طبعا كله k sensitive وما اقدرش ان انا ابدأ برقم وانا اتكلمت اكتر اصلا هناك عن الحاجات اللي موجودة هنا يعني ده الكاستنج لو انا هتكلم عن integer فانا هطبع زي كاستنج يعني انا هنا بس specify رقم معين يعني سيء مثلا قلت x equal integer 1 فانا هطبع 1 لو قلت integer 2.8 فهو هتبع لرقم صحيح لا هي اتنين integer 3 هتفضل طبعا 3 فده الكاستنج اللي كنت بتكلم عنه ممكن نحيط بانوها مرة جاية عندي كذا نوع من ال string مش لازم يبقى حرف او مش لازم يبقى كلمة دي ممكن نقولها مرة جاية عشان ما عندناش وقت قوي يعني في عندنا symbols كتيرة قوي لل operators عندنا يعني لو انا دلوقتي بعمل كل دول بيعملوا commands مختلفة او كل symbol من دول بيبقى ليه function معينة ممكن المرة جاية لو ما عندناش قوي وقت يعني اتكلم عنهم اكتر عن symbols دي او commands دي اكتر احنا ممكن نعمل اي operation ممكن نعمل arithmetic operation ممكن نعمل comparison operation ممكن نعمل logical operation ممكن نعمل identity ممكن نعمل bitwise كل دول ممكن نستخدم python في ان احنا نعمل كل الكلام ده يعني لو عايزة اعمل مثلا arithmetic operation عايزة اعمل addition او هستخدم طبعا plus عايزة اعمل minus عايزة اعمل subtraction عايزة اعمل multiplication عايزة اعمل division عايزة اعمل عايزة اجيب modelis او determine عايزة اعمل حاجة اسمها فلو division بس مش مش مشكلة قوي يعني دلوقتي بس انا بتكلم ان احنا ممكن نعمل اي arithmetic operation ممكن كمان باستخدام price ان احنا نعمل اي comparison زي ما نقولت لو هي equal equal تبقى equal لو هي not equal هنعمل علامة الاستفهام مع الا equal عايزة اعمل greater than عايزة اعمل less than عايزة اعمل greater than or equal عايزة اعمل less than or equal فكل دول كcomparison operator لو عايزة اعمل logical operator هستخدم and هستخدم or هستخدم not فكل دول احنا ممكن نستخدمهم لو عايزة اعمل bitwise يعني لو عايزة امسك bit bit one او zero اعملهم ending اعملهم oring اعملهم xor اعملهم not اعملهم shifting فكل دول برضو ممكن استخدمهم كoperators زي ما نقولت احنا ممكن اعمل shifting right او shifting signed او unsigned فكل دول برضو حتى ممكن اعمل identity operator يعني ايه كلمة identity يعني عايزة اتأكد هل x is او is not يعني حاجة the same object او the same value ولا لا فكل ده احنا ممكن نستخدمه باستخدام انا اخر حاجة بس عايزة اتكلم عنها اه حوار لو انا عايزة استخدم if else او استخدم for loop او استخدم while كبس introduction بس ولو اي حاجة تانية احتفتها اقولها المرة جاية ان شاء الله باذن الله اه لو انا if else اه if else يعني ايه زي ما انا قلت ان انا لازم يكون عندي condition معين عشان يتحقق لو انا في condition عندي معين هيتحقق اه في ايه حاجة بس عايزة اقولها ما قلتهاش لو انا عايزة انا ادخل value يعني بدلا ما اقول مثلا x equal Jin我 cobra number 5 فانا هنا استخدم انتر انام مجرزة ايه فانقد انتر انام مجرزة اaks equal input انا ايها احنا بس انا اام مجرزة انا انا اقولوا برضو لموردي اقوم curve فده هيخلي اليوزر هو اللي ايه؟ هيخليه انتر نومبر فانا ادخله مثلا خمسة ده لو انت عايز تدخل انت كاينفوت كيوزر يعني خليني اتكلم عنها ده سيمسلا ده سيمبل كود اسهل شوية من كل الرغل اللي انا كنت بادا انا بس كنت بتكلم هنا عنه لو عايز ادخل انا 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 عايز ادخل انا بادا لما انا اساين تمام؟ طيب مثلا انا دخلت باريبل ايه؟ اه بنتين ودخلت باريبل تاني عرفت باريبل تاني عملت تلاتة وتلاتين وعايز اعمل تشيك يعني عايز اعمل تشيك يعني عايز اشوف هل الكونديشن ده عندي هيتحقق ولا لا فبسأل هل او اف هل البي اكبر من ال ا او خليني انا ممكن اشيل دي بس عشان ممكن تلغبط نفسي تمام؟ هل البي عندي اكبر من ال ا ا انا كنت مسيبة تلاتة وتلاتين والا عندي متين فبيولوجيك انت ايه؟ لو البي عندي هتبقى اكبر من ال ا اطبع لي ده هو بيسأل لو البي اكبر من ال ا اطبع لي بي اس جريتر دان ا طيب ايه 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 اي هو ده اللي هيتحقق في الكونديشن ده هتقول لي ان ايه هي الاكبر من بي يبقى انا عندي هنا تلاتة كونديشن طالما بعمل مقارنة او بعمل ما بين رقمين هسأل الاول لو بي اكبر من ايه اتبع لي كذا else if لو كونديشن تاني ايه ايكوال ايكوال بي اتبع لي كذا طب else يعني لو الكونديشن ولا ده تحقق ولا ده تحقق اتبع لي كذا فلو انا ناخد الكود ده كده هكفيره على طول اه اه ها شو ايه اه يعني سيخص نكتلا بسرعة ايه ايكوال 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 تلاتات ايش فتلس ايكوال تلاتة كونديشن if if إذا بي أكبر من إيه print إني بي أكبر من إيه is greater than for me يعني هو دلوقتي لو أنا بي أكبر من إيه نفيزك إلس حتى جوجل كلاب حتى بيورينا تحت أنا ما شايف هو ظاهر عندكم لا بس هو بيورينا يعني هو بيساعد إن إحنا كمان print يعني بيديك a and b else print فهو بيعمل شك للثلاثة conditions عندي واعمل run طبعا إحنا عارفين إن الإيه هي اللي أكبر من ال b اللي هي ال condition الأخيرة دي ونعمل run هو هيعمل شك على الثلاثة عندي é syntax error fix the error وعندهنا invalid syntax لبقى وشايفين هنا في حاجة لا بس ايه مشكلة يعني ممكن هارجع للحيطة دي هاني بس اشوف المشكلة بس عايز اعادي بس اعادي سريعا على لو عندي حاجة اسمها for loop for loop انت بتعمل بتعمل preform للتاسك بتاعتي كأنها اتريشن يعني بتتكرر كذا مرة يعني بعمل نفس التاسك بس كذا مرة number of times كذا مرة تمام على الحاسب انت بتحددلي هي كم مرة فسيه مثلا لو انا عايزة اعمل اللوب دي فهقول ايه مثلا لأ انا عندي عندي fruits هسيه فيها apple وبانانا وشاري دي لستة لستة من المجموعة فعايز اقول ايه for x in fruits يعني ايه x ده هو element not a counter يعني ايه element not a counter يعني ايه يعني انا دلوقتي هعدي على كل 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 element من اللستة دي او كل element من ال collection ده هعدي عليه for x in fruits يعني ايه لكل element لكل fruit من الحاجات دي كلها in fruits يعني في اللستة اللي اسمها fruits هسأل هل كل element اذا بنانا او لا يعني ايه يعني انا لكل element سيه مثلا انا وقفة عند الافل ده اول element عندي اللي هو x هعدي عليه واسأل هل الاحكس ده هو البنانا لو هو البنانا كمل continue يعني ايه كمل مفيش مشكل تمام كمل يعني ايه ارجع اللوب تاني يعني اعمل اللوب تاني لو هو بنانا تمام طيب هفضل اسأل هل الاحكس equal banana ولا لا هفضل اكمل لغاية الاحكس equal banana اكمل لغاية ما لاقيش انه هو مش بنانا وبعد كده هعمل ايه print لالاحكس دي يعني كل مرة هسأل وهعمل print كل مرة هسأل وهعمل print امتى لو البنانا لو الاحكس القليل من ده هل ده بنانا اه ده بنانا يبقى اكمل ما اطبعوش ادخل على الشاري الشاري ده بنانا لا يبقى انا اطبعوه عشان كده طبعا ابل والشاري الفكرة كلها في الفورلوب ان انت بتعيد الprocess تاني على حسب number of times عدد number of times اخر حاجة معلش طولت قوي الوائل لوب الوائل لوب يعني انت بتعمل اتريشن او بتنفز الحاجة طول ما الكوندشن اللي جوه الوائل لوب دي متنفزة يعني ايه يعني سيه مثلا انا قلت عندي element اسمه واحد خزنت فيه عملت له assign بواحد فبقولك ايه نفز يعني نفز الحاجات اللي تحت دي نفز الحاجات اللي تحت دي طول ما ال i اللي هي انت بخزن فيها واحد أقل من 6 يعني طول ما ال i اللي انت في first انت في اول عملت له assign بواحد طول ما ال i الرقم ده اللي انت في الاول خزنت فيه واحد. يعني انت في الاول قلت ان هو بواحد. طول ما الرقم ده بقى اقل من ستة نفذ الحاجات دي كلها. يعني سيه مثلا. انا الاي في الاول كان بايه? اهو. يعني الاي في الاول كان بواحد. تمام? هتجي تسأل هل الاي اللي هو كان بواحد اقل من ستة? ايوة. يبقى اطبعه. يبقى اعمل فرنت. هتعمل فرنت اللي الاي اللي هو الكامل. هو ردي اصلا بواحد. وبعدين اعمل ايه? اجمع بلاس ون على الاي. يعني الاي بقى فيها كامل دلوقتي? هي كان فيها واحد واجمع عليها واحد. يبقى الاي بقى فيها اتنين. طيب بعد كده هتسأل هل الاي وصلت لتلاكة? لو وصلت لتلاكة? خلاص اطلع اعمل بريك. يعني خلاص اخرج من البرنامج. يعني لو ما وصلتش لتلاتة كمل. يعني ارجع اسأل تاني. تمام? هارجع اسأل تاني. هل الاي اقل من ستة? اه. انا الاي عندي كام? باتنين. اقل من ستة. طيب. وبعدين هتعمل لها ايه? اعمل لها برنت. يبقى هتعمل الاي اللي هي كام? اتنين. وبعدين اجمع عليها واحد. بقت الاي. فيها كام? تلاتة. اسأل بقى. هل الاي اقل اقل تلاتة? اه. انا الاي اقل تلاتة. فانت اعمل بريك عندي. اعمل بريك يعني خلاص اطلع من البرنامج. معلش انا اسفة كان فيه اجزامبل ثانية كنتم حضرها. ان اسفة جدا طولت عليكم جدا. فان شاء الله ممكن ايه? معلش انا اسفة. ممكن ان اكملها للمرة جاية يعني. شكرا معلش انا اسفة لتأخير جدا. اي اي ا اصفة انت قلت عليكم يعني. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.